اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تاريخنا المسيحي وتاريخ الكنيسة بنعمة ربنا نتناول بهذا البرنامج او هذا الكنز الارث الروحي لنرتوي منه ونغذي روحانيتنا كما اننا نتغذى من الطعام الجسدي بافضل الولائم وليمة اليوم الوليم الروحية نقوم فيما عاشه واختبره الاباء السريان ولسيما خصوصا بحياة الصلاة العميئة مع الله وحياة التأمل وعيش النسك وعيش الفقر الانجلي يسعدنا ويشرفنا في لقاءنا الروحي حول الوليم الروحية ان نستضيف حضرة الاب ديفيد ميلكي ليحدثنا بزواته الروحية اللي اتمنى تكون هذه المائدة هي مائدة غنية نستقي منها جميعا نأكل ونشرب ونرتوي لانه كما قال لنا الكتاب صادقة هي الكلمة ابونا ديفيد ميلكي هو راعي كنيسة مربهنا مصارة وخدمها للسريان الكاتوليك في منطقة الفنار اهلا وسهلا ابونا ديفيد الله معك ابونا للقاءنا اليوم يعني خبرة الاباء السريان واباء الكنيسة بيقولوا الصلاة هي صرخة العقل نعم وصرخة كمان يعني من حرقة قلبي يعني كأن الواحد فيه شي ضروري ومع جانب الصرخة بيقولوا انه هي كمان تفرغ للعقل يعني مش فراغ للعقل تفرغ يعني الواحد يكرس الوقت انه من كل امور الدنيا اللي شغله ويتفرغ ويتفرغ بس في سبب للتفرغ انه ينظر برجا للمكمل الايمان ومتممه يسوع المسيح ابونا ديفيد سؤالنا هل من ضرورة للصلاة؟ الصلاة هي انا اذا بدي استند دايما بروح على سفر نشيد الانشيد وقت بيحكي عن هذا اللقاء بين الحبيب والمحبوب كيف الانسان بطبيعته عنده الشوء والهيدا الدافع وللآخر لوجود الآخر اضافة انه كمان هو بحاجة او في عنده موجود هذا الدافع للتقرب نحو الله فبتوصل اكيد الصلاة بمراحل لما الانسان بيلتزم فيها وبتصير تقليد وطبيعي بحياة وانا صراحة بعد شوية عن كلمة فرض لانه الفرض اه انونا بتسمى صلوات الفرض الصلوات التقصية نعم ولكن انا بفضل بسميها هيك هايدي نعم اذا برنا نقول هايدي الجلسة يلي الشخصية الحميمية بهالعلاقة بيننا وبين الرب يعني الجلسة عايزة اكثار منها يعني اكيد التكرار دايما جلسة يومية اي لان اذا الحبيب يلتقي بحبيبته مرة في الاسبوع ولا مرة في الشهر ولا مش يكونوا عارفوا بعضا اكتر مزبوط ولكن الجلسات المتكررة المستمرة اللي هي بتتحول من زي ما بتقول حضرتك من فرد لنهج صح وبعدين اكيد رح بسياق حديثنا نفرق بين يعني صلاة الفرد وصلاة النهج او صلاة اللفظية وصلاة العقلية فاكيد اكيد اباء العهد القديم واصفر العهد القديم واصفر العهد الجديد بيشددوا على ضرورة الصلاة واهمية الصلاة الصهر الروحي باي وقت فينا نقدر نعمل هذه السهرية الروحية او اللقاء الروحي زي ما بيقولوا بكل وقت نحنا منكون محضرين من الداخل لهيدا اللقاء ومن الخارج ايضا يعني اليوم صارت للأسف في كتير مطارح ما عم بيكون في التقص الاجواء المناسبة للصلاة يعني اليوم لما الشخص بده يروح ويصلي يقعد اذا كانت صلاة جماعية مع الكل بده يكون في هدوء في احترام التزام بقوانين المفروضة للجلسة التحضير الداخلي لانه انا فايد صلي فايد التقي مع الله مش انه انا بكون فايد بدي صلي وبكون عم فكر بأمور تانية بمطرح تاني يعني بكون عم بتحضر من الداخل ومن الخارج لهيدي الجلسة واذا كانت صلاة فردية اكيد اه بختار مكان مش ضروري انه تكون الاشياء برى البيت او بالطبيعة او بالهيدا لا بغرفتي بمكان نتفى فيه صمت قادر اه يكون المكان مهيئ نعم نعم بكون قادر اذا انا صمتت كون عم بسمع صوت الرب يلي عم يحكيني من خلال هذه الصلاة ابونا الصلاة اللي قلناها وعرفنا من خلال حديثك ان هي ضرورة بالتأكيد وانا بزيد عليها كمان يعني اضافة ضرورة ملحة مش انه لانه في يعني فينا نلاقي فرق بين ضرورة وبين ضرورة ملحة يعني ملحة يعني خلاص متمسكين فيها دايما فعشان كده ماذا تفعل فينا ايه اللي بتفعل فينا حياة الصلاة يعني لو بشكل مختصر اما بشرحك لمعناها وكده ورموزها ناخد مفاعلها ايه اللي احنا بنستفيده من صلاتنا لانه في ناس كتير بيقولوا يا ابونا انا بصل كتير وحاسس انه ما فيش ما فيش فايدة يعني وربنا ما بيسمعليش وكأن ربنا مش هنا حلا هم حب افكر اول شي بشغلة هي انه بالمبدأ اول شي الصلاة بتخلينا نحافظ ع انسانيتنا وبشريتنا يلي ربنا خلقنا فيها يعني نحافظ على شخصنا وعلى ضميرنا تيبقى ضمير حي وايضا نكون عم نطبق وصية الرب اللي هي المحبة بابعادها مع الله ومع القريب والأهم كمان انه نتزود من النعم الروحية والنعم اكيد كمان الحياتية لانه لما نحصل على هايدي النعم الروحية بتنعكس بحياتنا اليوم نحنا ما منصلي بس انه مجرد انه منصلي ومنسكر الباب ومنظهر خلص بصير كل شي بالنسبة لألمان السيناء لا الصلاة بتخلينا انضل بهيدا الرابط وهيدا التواصل بالعلاقة من خلال من خلال علاقتنا مع الله يعني بالصلاة بيبقى الرب موجود معنا وحاضر فينا بكل لحظة نحنا عم نعيشها كمان ابونا هي يعني مش بس العلاقة مع الله يعني العلاقة مع بعضنا البعض مع اكيد مع أخي الانسان لانه الحبيب والحبيبة اللي اتكلمت عنهم ببداية اللقاءنا واللي بيتكلم عنهم سوفراني الشيدي الانشاد صحيح بيبدأوا بشكل شخصي صح يعني كل واحد بيكشف للتاني مين هو قدراته امكانياته محبته استعداده ودي كل من الأمور كمان اللي بتعضينا نحنا دافع ان نهيئ صلاتنا نعم يعني أنا اليوم لما أقول عندي صلات بهيئ نفسي وبستعد ليه لأنه أنا رح أقابل الشخص اللي هو بيسمع واجعي نعم ويمكن ما يدينيش جواب بالوقت الحاضر يعني إذا نحنا نقدر نعتبر أنه الصلاة بترشدنا لقدام وبنقدر نعتبر أنه احنا في كل لحظة وبيقولنا الرسول بولوس عن ضرورة المداومة على الصلاة والصهار والشهاد الروحي أكيد صلوا كل حين ولا تمقلوا فالصلاة بتقربنا بحياتنا بعقلنا بتفكيرنا بكل احتياجاتنا الروحية والأرضية مش أقول بس الجسدية الجسدية كمان محتاج يعني أنه بنهاية كله بيكمل نهز بجسدنا نحن نقدر ناخد الوضع كمان اللي بيرحنا في الصلاة كلهم بيقضون إلى الله اللي هو سامع كل الصلاوات نعم أبونا يعني عايزين نشوف إيه هي أبرز النصوص أو الكتابات اللي كانت عند العباء السريان بتعرفنا أكتر عن معنى الصلاة ومفاعلها ورموزها في حياتنا نعم أكيد الصلاة نابعة إذا بدنا ناخد من العصور أو القرون المسيحية الأولى تولدت بالبداية من ولدت من من رحمة الاضطهاد يلي بلشت في المسيحية وابق نسريان أبق راب كانوا من هيدا العصر فورثوا ورثوا هيدا التعليم وورثوا هيدا التعليد بأنه تكون صلاة هي عبارة عن شقين نوع في استغاثة ونوع في شكر وشكر على أنه تقبلوا العقيدة الصحيحة والإيمان القويم واستغاثة أكيد كل إنسان نعم كل إنسان دايما بس بحس بيضيء أو بحس بيواجع أول شي بيلتجي وبيصرخ وبيقول يا رب أبائنا السريان إذا بدي أطرح أمثلة عن الأباء مار أفرام السرياني مار ياقوب السروجي مار ياقوب النصيبيني مار سحق السرياني وإلى آخره نعم من الأباء أفرهات فهو يعني الأباء كلهم كتبوا الصلاوات أكيد مش إنه كل واحد قعد وألف صلاة بعيدة عن خط الإيمان بالعكس كانت الصلاة دايما بوقتها بتلتزم بعدة أمور كرمال التأكيد على العقيدة الصحيحة والقويمة لأنه نعرف وقتها كان فيه كتير هرتقات منتشرة فكان اليوم إذا بنبحث بالصلاوات السريانية بالمخطوطات من لقيها بتركز كتير على على فكرة السالوس على فكرة يسوع المسيح ابن الله وبتركز كمان على فكرة مريم هي والدة تغنى وكرم مريم بكتبات وكتبات عديدة بتركز على أنه مريم هي والدة الإله فهو كانوا ردا على الهرتقات يلي كانت موجودة وبزيت الوقت من خلال هايدي الصلاة بيخلوا الجماعة المسيحية أو الكنيسة كانت تقرب أكتر من بعضها لأنه نعرف كلنا دايما الفرح بيجمع والوجع أيضا بيجمع فإن كانت الصلاة هي فرح أو أو مشاركة يعني لأي سبب نعم فكانت الصلاة بتاخد كمان عدة مواضيع لحياة الإنسان المسيحي الروحي منلاقي كتبات كتير أو صلوات عن الصوم التقشف التوبة الرجا المحبة البرارة الجهاد المسيحي الخطيئة مفعيلة شو دورة كيف بيبعد عنها الإنسان كيف بيعيش هيدا الجهاد المتواصل وأيضا فيه شئ مهم كتير هو التغني بالفضائل إن كانت فضائل روحية بعد ذلك كانت الفضائل الإلهية أو إن كانت الفضائل الأدبية التي نحن نعرفها فإجمالا كانت هذه أبرز مواضيع الصلاة التي تغنوا فيها الأباء السريين ويبكن هي من أبرز المواضيع كمان اللي عاشوها كل الأباء يعني بكل خصوصا بمحيطنا نحن المحيط الشرقي يعني كمان إحنا كأباءنا الأكباط وآباء كنيسة الإسكندرية واللعب الدور البارز بتأسيس الحياة الرهبنية نعم عانوا من الاضطهاد وكنيس نحن كنيس شهدة وكنيس بزرة الإيمان فيها ارتوت بدم أباءنا إن كان بالاستشهاد إن كان بالحياة النسك اللي عاشوها وإن كان بحياة الصلاة المتواصلة اللي مرسوها بحياتهم بالشهادة وبالاستشهاد بالشهادة والاستشهاد شهادة الدم والاستشهاد لصدق ولليوم وإحنا بنشوف يعني بنشوف إنه المناطق اللي فيها ضيق أكتر بيكون فيها تكاتف أكتر وفيها تعاون أكتر وسندة يعني عاونة بين الناس بينهم ما بين بعض حتى والناس بتتلهف على مرواح الكنيس إذن قبل ما نتوقف أبونا مع كده وقفة صغيرة بسواب ترتيلة من عندك نقدر نقول لكل مشاهدينا الكرام ما تخافوا إنه تقربوا من الله وتصلوا تصلوا يعني تنتهجوا طريق الحياة مع الله ليه لأن الصلاة تشجع الضمير تخلي الواحد ضميره يقز ضميره حي اتنين الصلاة بتلبس العقل قوة وتقوي الرجاء الإنسان الممتلئ من النعمة يقدر يعطي نعمة وبيقول لنا الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات إذن نحن وسمينا برنامجنا الكنز الروحي نحن مع أبونا ديفيد كل مشاهدينا مدعوين فعلا أن نفتش عن هذا الكنز وندخل نتعمق في الكتاب المقدس ونشوف المثل اللي بيعطهونا يسوع أنه فيه رجل وجد لقلقة في حقله باع كل اللي عنده حتى يجد هذه اللقلقة وإحنا حقلنا وقلبنا وضميرنا وكياننا فيه كنز لازم نبيع كل اللي عندنا نبيع يعني نتخلى يعني نتنازل ونكتشف كنز الروح القدس اللي موجود فينا اللي خدناه بالمعمضية وقفة صغيرة وبنرجع لكم مشاهدينا الكرام موسيقى 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 ودرب عين يومين وهذا لحمه خلينه دي كافين وصاله بيومه شو عزبنين أخدي لفت من باري شاي لو تقني دهبو سيمو سامو دموتو بهنسيمو نيلو خيو الفو نحليمو تهوي عالمور يرحيمو شومو عوض أصلاوثو وامفنيو ندشيلو ثو شماصلو فنو تراعو نان فنبرح ما يكسلو ثو عزيم ترنيمة فيها دعوة للصوم والصلاة كمان نعم الصوم والصلاة والصهر والصهر والفرح بنتيجة كل هيدا وبثمار الأمور أبونا في الطقس السورياني إيه هي أنواع الصلاة يعني إذا سمناها نوعين أو ثلاثة يعني إيه هي الأنواع مزبوطة بالطقس السورياني للصلاة باللفظية وعقلية أكيد الصلاة السوريانية انطلقت إذا فينا نقول بطابع نسكي مع الأباء كم طابع شفاهي بيتبدلوا مع أباء نعم فيه فيه ترنيم جانب كتير أساسي ومنعرف مار أفرام كناري تروح الأدوس ونحنا بكنيسنا السوريانية عندنا الترنيم جدا أساسية بإحتفالاتنا التقسية عندنا الصلاة التأمل الصلاة التأمل يلي هي نتأمل بلاحظات فيها وقفة إن كان قدام القربان إن كان قدام فكرة روحية يمكن نحنا عم نفكر فيها إن كان بمكان مهيأ وأنا بعتبر دايما الطبيعة هي مكان محبب مثل ما خبرونا الأباء هي مكان الأفضل كمان حتى نختبر فيه وجود الله من خلال هذه الخلائق والأشياء اللي عم نشوفها قدامنا وأكيد فيه أنواع صلاوات هي صلاوات جماعية مثل الداس مثل الرتب والأسرار أشبه الأسرار وفي الصلاوات الشخصية يلي هي العقلية أو اللفظية بيكون كل شخص عم بيصليها على أنفراق زي فينا نميز بيني أو نقسم كده الصلاة العقلية واللبزية يعني معنى الصلاة العقلية العقلية هي الأكتر بتروح صوب التأمل والحواس الحواس العقل والعقل والباطن كله يكون بحالة تهيئ وبحالة هجرة نحو الأفضل أكيد نحو هذا الحبيب تيتم اللقاء الصلاة اللفظية هي الصلاة اللي عم نعبر فيها من خلال الفم والنطق ومنكون عم نسمع نحنا كمان شو نحنا عم نقول فبيكون دايما الرابط موجود بين الكلمة والسماء حلو يعني احنا في الصلاة العقلية بنجمع كل حواسنا في صمت تهم نعم عشان نزغي ل ما سيقوله الرب ما سيقوله لنا الرب وفي الصلاة اللفظية حركة اللسان وكل ما كلمة بتطلع مننا ننطقها بس هي دي بتكون كمان لها عناصر أكيد بتشمل التمجيد بتشمل التسبيح بتشمل الشكر وحضرتك ذكرت في بداية السجود الركوع في بداية الحلقة يعني وبتشمل الطلبة كمان أكيد لأنه في صلاتنا يعني دايما رب بيفتح لنا باب قدامنا وبيقول لنا اطلب وتجده أطلب وتجده اقرعوا يفتح لكم فهذا العرض الإلهي الأفري يعني الله اللي بيقدم لنا الرب مش لازم نتخر عنه تحتى نقدر نتجاوب مع دعوته لنا أكيد أبونا وبحب موضوع مثلا كمان بس مش دايما نحن تعودنا دايما صلاتنا تكون صلات طلب ولكن في صلات شكر صلات الشكر كمان كتير مهمة وبتخيل في كتير أشخاص لما تعودوا أنه بس صلاتهم تكون طلب ولأنه منطقنا نحن بيختلف عن المنطق الإلهي والوقت يلي ربنا بيعطينا فيه الأمور بحكمته يمكن ما يكون بذات الوقت يلي نحن فيه كانت عم تحكي حضرتك أنه أنه العالم بتنفر أو بتبعد عن الصلاة ولكن بالوقت يلي أنا بقدم فيه الصلاة الطلب تبعي وبحطه بين إيدينا الرب كمان حلو أنه أقدم شكر للرب إن كان على الخلق وإن كان على الغذاء وإن كان على الفداء يلي فدنا هو أكيد أبونا أنا قلت الطلب أو الطلبة بمعنى الصلاة لأجل العالم كله والأجل احتياجاتنا واحتياجات الكنيسة أبونا بمختصر كده جملتين مهمين لأباءنا السريان عن الصلاة بتحب تقولهم للمشاهدين أبل ما نختم حلقتنا بحب أقول لماريا عقوب الساروجي بيقول الصلاة تكشف الحجب عن الله وبها يعرف الإنسان من أسرار الخفيات الصلاة هي مفتاح البوابات المغلقة والصلاة ترفع من نفس الإنسان إلى الله ليرتقي الإنسان ويفهم سر عظمة الله فهي تتردد في قلب الإنسان وتدوي في أذن الله دون وسيط ليسمعها الله في عرش مسكنه الممشد عظيم وأنا كمان معك وأنا مع كل المشاهدين رح نختم لقاءنا اليوم بصلاة مستوحات من صلاة مار إسحاق السرياني اللي فيها بيقول ربي وإلهي مدبر خليقته العارف بضعف طبيعتنا وأوجاعنا وقساوة عدونا أسألك نجيني عن شره لأن قوته عظيمة وطبيعة ضعيفة أيها الصالح العارف بضعفنا وحامل عدزنا خلصني من تشويش الأفكار وضغط الشهوات وأهني لخدمتك المقدسة لألا تشوش عليها ضعفاتي وأوجد أمامك متجاسرا يا مصدر كل معونا القادر على كل شيء أعنى يا سيد في أوقات صراعنا هذا ألمنا وأوجعنا وسعوباتنا ومتعبنا أنعم علينا يا رب بقوة نهدم بها حصون كل شر وكل الحصون المرتفعة والموسدة أمامنا لكي لا تمنعنا عن معرفتك وحتى لا تمل نفوسنا عن الغرض الأسمى والهدف الأساسي لحياتنا والموضوع أمام عينيك وهو أن يكون قلبنا مثل قلبك لك كل مجد كرامة من الآن وإلى الأبد أمين والله معكم ترجمة نانسي قنقر